نحن أمام متغير الحقيقة الشديد الأهمية في الأزمة الميليشيات الحوثية وهو دخول العامل الشعبي على خط هذه الميليشيات وخطرها أيضا فقد انضم عدد كبير من الأكاديميين والصحفيين إلى حملة الحوثي تورزم اليمن من بين الألاف من الحسابات التي غردت حول هذا الموضوع وديع العزعزي ماذا قال؟ أنا كأستاذ في جامعة صنعاء ومع المئات من الزملاء الأكاديميين قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية بفصلنا من وظائفنا واعتقلت ومارست سنوف التطبيق على الأكاديميين مضطرهم للنزوح حفاظا على حياتهم من إرهابها أما الصحفي اليمني فؤاد العلوي اعتبر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت العديد من الأعمال الإرهابية بحق الصحفيين وقال إنهم قاموا بفصلنا من وظائفنا وقطع كافة مستحقاتنا ومارست سنوف التضييق على المهنة مما اضطرنا وكثير من الزملاء للنزوح حفاظا على حياتنا وأسرتي من إرهاب ميليشيا الحوثي تغريدة أخرى نقف أمامها هذه التغريدة من ناشط الحقوق رياض الدبعي قال إنه من بداية انقلاب الحوثيين في اليمن عشت مشردا في أربع دول أتنقل فيها أنا وأطفالي وفقدت وظيفتي وتوقف راتبي فقدت أيضا منزلي ولم أستطع رؤية أمي وأبي منذ ست سنوات المغرد هزاع البيل قال تم تهجيري من بيتي ووطني وتم اختطاف أخي وتعذيبه لمدة سنتين ونص ليخرجوه وهو مشلول جراء التعذيب الذي ناله وليس لأخي ذنب ولا له علاقة بالسياسة هو إنسان بسيط إلا أن له أقارب يقارعون ويعدون الحوثي فتم اختطافه من بين أبنائه ننتقل إلى تغريدة أخرى مغرد آخر قال إن الحوثيين يهتفون الموت لأمريكا وتوسلون لدى الإدارة الجديدة لرفع تصنيفهم إرهابيين يسرقون الطعام من أفواه الجيعة ويحدثون العالم عن المجاعة في اليمن يقتلون اليمنيين ويفجرون بيوتهم ويجندون أطفالهم ويزرعون الألغامة ثم يتحدثون عن عدوان خارجي هل رأيتم فجورا كهذا أيضا نقف إلى تغريدة أخرى ضم مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عبد الملك المخلافي إلى الحملة مشيرا إلى أن الألاف من المعتقلين في سجون الحوثيين والمخفيين قصرا سياسيين وصحفيين نساء مواطنين عاديين وحتى أطفال بعضهم رهائن من أجل الوصول إلى لآبائهم أيضا غرد الدبلوماسي اليمني أحمد الشرعبي بأن الموت ليس مجرد شعار يردده الحوثيون بل هو ممارسات يومية بالنسبة لهم فيصل الشيباني إعلامي يمني غرد لو لم يكن لعصابة الحوثي من جريمة سوى تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وزج بهم في حربهم العبثية لكفى ذلك لتصنيفهم كجماعة إرهابية أما الإعلامي أصيل السقلدي فاعتبر أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية وتزرع الألغام الأرضية والبحرية في الممرات البرية والمائية وتقصف المدن والأعيان المدنية وتشكل خطرا على أمن المنطقة بهذا هي جماعة إرهابية مكتملة الأركان تغريدة أخرى غرد بها أحمد العزب وهو كاتب وناشط لا زالت ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تجنيد الأطفال تعبئة أفكارهم بمشروعهم الإرهابي وإرسالهم إلى جبهات القتال تحت الإجبار والإكرار وارتكاب الجرائم بحق المدنيين واستهداف الأحياء الشعبية المأهولة بالسكان وربما وضع هذه الصورة المعبرة لأطفال مقطوعي الأرجل في هذه النقطة اشتركوا في القناة